مصطفى الخاني مصطفى الخاني وختامة مسك معك مع المشاهدين اللي نطرينك واللي متشوقين حتى يشوفوك بحديث البلد السوشال ميديا ولعت وبدوا يشوفوا النمس بحديث البلد وبدوا يشوفوا جحضر وبدوا يشوفوا الواوي وبدوا يشوفوا كل هالشخصيات وبدوا يشوفوا أهم شيء شخصيتك الحقيقية اللي الكل بيتغزلوا فيها مصطفى الخاني أو أبو ليلى مثل ما الكل بيعرفك أنت أحد أبرز الممثلين السوريين من اللي جوائز وتكريمات عديدة ولا تحصى وحققت نجوميتك بفضل اجتهادك وأدائك الاستثنائي لكاركترات لقيت نجاح كبير بالعالم العربي ومن أبرزها من نمس بمسلسل باب الحارة وأنت أيضا ضيفنا الليلي بعد عودتك من السويد وتكريمناك إلى جانب نجوم عالميين بحضور حوالي 50 ألف شخص من ضمن مبادرة خيرية لدعم أرامل وأيثان من سوريا المتضررين من الحرب والجدير بالذكر أنه رغم لسقيع جمهورك كان بالمئات ناطرك أكتر من ساعة برا لحتى تظهر وأصريت برغم من تنبيه الشرطة السويدية لألك أنك تضل وتتصور معهم إذا فينا نشوف الصورة السلفي لمصطفى خاني مع هالجمهور لا هذه الصورة بعدين هذه صورة الجامعة بدنا نشوف السلفي مع جمهوره اللي أخذت معهم هياها هيدا بي هيدا بالسويد هيدا بالسويد وأصلا لحتى قدرت تظهر ما قدرت تظهر بدون مساعدة الشرطة السويدية يعني بالآخر يعني شو بتحس تجاه هالمحبة وهالإقبال عليك من الناس وين ما رحض أول شيء سعد مساكن مساكن مسا متابعينا والجمهور ومساعد جمهور حديث أكيد هاي المحبة يعني عن جد أنا وقتنا نتفاجأ بهي محبة كبيرة ما فينا إلا تكون مسئولية أكبر يعني اللحظات اللي بعد الحفل اللي صار كان درجات الحرارة بالسويد بستوكولم تحت الصفر بيقعوا أكتر من ساعة الناس ناطروا ببرا فأيقلوا لي إنه ما لازم تطلع ما لازم أطلعوا والناس هاي اللي باقية تحت الصفر بهاي البرد عيب من أطلع نسلم عليهم فاطلعت إنه ما كانوا ناطرين مجمدين تعرفوا كلم بعود على إيه كانوا هيك أعسلسوا فكرتوا ناطرين عن جد دفعهم دفع المحبة نسانا البرد بيسعدني كان هذا الشي وقلت له يعني يمكن أي شي فينا الواحد يلعب فيه ويغير بجائزة بما بعرف شو من تحت الطاولة إلا محبة الناس هاي مستحيل يقدر الواحد يزورها مستحيل يقدر وخاصة الأطفال وخاصة هاي العفوية من المحبة ما بنقدر إلا نبادلة بمحبة أكتر ووعد أنه نحاول نقدم إن شاء الله يا رب نقدر متل ما بيتمنوا يا رب على كل حال أنا بدي أقول أنه هالمشهد يعني تكرر معك عدة مرات من الصالحية يمكن اللي ما بتقدر تفوت عليها لأنه كلهم بيطبوا عليك أول مرة صارت بالصالحية بالشام للعراق للكويت لدبي يعني وين ما بتروح بيكون هالردة الفعل عليك يعني الله يكون بعونك يعني عن جد يحلم المحبة أبدا مصطفى الخاني هالتكريم حصل بملعب ستوكولم الرئيسي فرينز أرينا وشارك فيه أكتر من 30 نجم من العالم منهم عربيا ابن بلدك نصيب زيتون صديقي وعالميا صح وعالميا الممثلة إيفا لونغوريا كمان وأشعلت المدرجات لما غنيت لعيونك يا شام منسمعه منرجع منحكي عنه يالا يالا لعيونك والله يا شام لعيونك يرخاص الغالي لعيونك يرخاص الغالي لعيونك ابني ومالي ولعيونك ابني ومالي لعيوني دمي وحلاني هالأغني يعني اللي أخدت رواج كبير وخوفا أنك صورتها بأجواء بتشبه أجواء باب الحارة وهي من ألحانك وكلماتك مصطفى الخاني أنت موليد حمى سنت الـ 79 نشأت بعيلة اقطاعية بتتألف من 8 ولاد ولها السبب ولما قررت تنضم ده المعهد العالي للفنون المسرحية لقيت يا لطيف يعني بيكون بوقت اعتراض كبير من الأقارب والأهل باستثناء ولدتك سيدة ليلى الله يرحمها اللي دعمتك والتيمنا فيها لقبت من زغرك بأبو ليلى ولما طلعت الأول على دفعتك بالسنة الأولى راحت أحلام العائلة أنه ما يمشي حالك وأنك أنت تغير رأيك وتترك التمثيل واضطروا أنهم يتماشوا مع الوضع هالصورة هاي اللي عم نشوفها هاي دي أختت بكاميرتك صحيح أنت معروف أنك ما تروح ولا تجي بلا الكاميرا بوقتها ما في موبايل وكاميرا موبايل فكان دائما كان عندي هواية التصوير مزبوط بديت تخبرني عنها لأنه بها الصورة راح يشوفوا المشاهدين شباب من دفع تكسروا نجوم اللي وهم ممكن لما يتعرفوا عليهم إذا لحالهم لأنه تغيرت ملامحهم من وقت تمام أول واحد من شيل أبو سليم عفوا أه عفوا شيل أبو سليمة سليمة ينبسط إذا خريج التسعة وسبعين بيطير عقلهم هو بعد أنا واحدة واثنين واحدة واثنين عما تكبرك كبرني أول واحد على اليمين طبعا هاي أكتر من دفعة بس نحنا كنا مع بعض بنفس الوقت قصاي لا أول واحد على اليمين تيم جنبه أنا جنبه قصاي خولي تحته وائل شرف اللي عمل معتز باب الحارة جنبه علاء الزعبي اللي عمل خاطر كمان باب الحارة فوق إبراهيم عيسى سامر معن عبد الحق تحت اللي حطين دائرة باس الخياط على اليمين موبله كنا السالم كمان بيان بس خياط هون وعلى اليمين مين قلت آخر شي جنب باس الخياط مو من مو من رفقاتنا اللي عاية يمينه يعني مو من المعهد اللي عاية يمينه كنا السالم كمان من دفعتنا يعني كلهم صاروا اليوم مشهورين ونجوم هلأ هول كلنا دفعة وحدة مع عادة باسل وقصاي كانوا أكبر مننا هني الأفانتاج عندهم بسوريا أنه عندهم معهد تعليم العالية اللي نحن ما عنا يا باللبنان هني عندهم معهد بس للتمثيل صح مش متل ما نحن بنحمل أربعمية بطيخة بالجامعة مثلا تمام لأ أنتو عندكم اختصاص بس تمثيل مصبوط أربعة سنين بندرس في المعهد العليف المسرحي أحد أقسامه بيفوت الشخص من السنة الأولى للربعة أربعة سنين تمثيل تمثيل هيدا الأفانتاج عندهم أكتر من لبنان وبيطلع عن جد محترف وبيبلش بالتمثيل وبالمسرحيات يعني بشكل مكثف على كل حال كان لك كتير مسرحيات يعني بأول انطلاقتك ابتداء من الجامعة كنت أقدم كل سنة مسرحية لمدة عشر سنين تقريبا للألفين وثماني ألفين وثماني كانت آخر دور قدمت الدونكي شوت مع الأستاذ منويل جي جي يعني ومعروف أنه المسرحية هي إذا بدك يعني تدريب المغوير للتمثيل المحك الحقيقي يعني المحك الحقيقي أبو ليلى من سنة الألفين لليوم شاركت وبرز بعدة أعمال ابتداء من الزير سالم وصلاح الدين الأيوبي وصولا لحمام شامي حرائر ما ملكت أيمانكم جبران خليل جبران آخر خبر باب الحارة وكتير غيره وعلى سيرة باب الحارة هلأ كبستة بتكون تذكروني بالرقم تبعوله على 26 هذه الرقم سدادة والعين بالدورة نغالي بالدادة والرأس بالقلب والحطاب بالليل أحد أنك هنا هو مسافر عم يدرس برة قال لي قاعد ناطر مصطفى الخاني يا حبيبي سيد وقتك مسلطير اسمه أيمن هاي أيمن تقل له مصطفى الخاني أنت من النجوم اللي كان موقفه واضح من بداية الأزمة بسوريا وهو البقاء بدمشق ودعم الدولة والمؤسسات اليوم شو موقفك من منع الممثلة سينين عبد النور يعني اللغط اللي صار من دخول سوريا على خلفية ديارة لمخيم للجئين السوريين في ناس قالوا هيدا سبب في ناس قالوا هيدا سبب زائد أنه أجر العالي اللي اعترض عليه بعد الفنانين على كل حال رجعت اصطلحت الأحوال بس برحب نعرف موقفك من هالموضوع هلا أول شي طبيعي الواحد يبقى بلده ويتبلده يتعرض لمشكل أو لحرب يعني هيدا بطولة هذا الطبيعي أنا برأي هذا الطبيعي يعني إذا بطولة هلأ في بسوريا صامدين وباقيين كل أهل سوريا أبطال وبدون عن جد زقف كيف كيف يعني إذا كل شعب إذا كل شعب بفلوت بصير حرب بلدهم ما بيبقى حدا بأي بلد أكيد بس أنه اليوم تحسب أكتر للفنان اللي عنده إمكانية التحرك أكيد يعني أكيد في ناس بقوا عن اختيار بس في ناس بقوا لأنه مجبورين صحيح فأنت اليوم تقدر تقعد بدبي أو تقعد بلبنان تحسب لك يعني بزيادة أنه أنت قاعد عن قرار ومش عن يعني عدم قدرة على التحرك تمام أنا مثلي مثل ملايين بقوا بسوريا وعم بدافعوا من عملون ومن مكانون عن وجود سوريا يلي كانوا يلي رح يبقى إن شاء الله عبر التاريخ إن شاء الله بالنسبة ل تفضلتي عنه بالنسبة لسيرين بعتقد يعني زوبعة إعلامية ما أنا أعتقد يعني أنا ما عندي معلومات دقيقة بس بعتقد ما كتير صحيح الشي اللي صار وإنما صار ضجة إعلامية حول موضوع إنه منعت من سوريا ولم منعت ما كنا كانت سيرين اليوم بشام وأول مبارح كانت مع سيد وزير الإعلام بحفل تكريم الدراما السورية وكانت يعني بين النجوم السوريين بالعكس أنت شخصيا مع فكرة إنه إذا حدا زار المخيمات يكون باند من الدخول يعني المخيمات مش معنات المعارضة شان هيك أنا ما بعتقد هذا السبب لهذا السبب يعني لأنه في أسباب سياسية ما كانت هلأ سيرين بالشام فبعتقد ما أثير بالإعلام حول هذا الموضوع لغب أعتقد هذا الشي وشي قالوا إنه لأن لبنانية بالعكس هلأ هو شوية نائب الممثلين أنه من منعت سبا من منعت أو منعت سيرين من يعني قال هذا الشي على كل حال ليك سيرين بعض اللي حكيت ليلي شو عم تقل لك يالك إلدك إلي راحك إلي لو تطلب مني الشمس راح إلا مزيم حبك يمهزب يالي بالبيت مربى من إلا زي أنت الشام تقلق حبك يمهزب يالي بالبيت مربى مصطفى خاني من هويتك ركوب الخيل وريدنا نشوف لقلك صورة مع الخيل لكنت صغير قد يكن عمرك بهالصورة هاي بعتقد بالأعدادي بالتاسع تامين هيك شي يمكن أنت مهر كنت بعدني مهر في مهرة على كل حال بالصورة وبتقول أنه عندكم بالعيلة بتعلموا ركوب الخيل قبل ما يتعلموا المشي مضبوط لأنه عندكم أصلاً مزرعة بحمى فيها خيول وبدي أقول أنه الخيل الخاصة فيك حصلت كذا مرة على لقب ملكة جمال صحيح الحصان حصل على ملك جمال الفرس هاي اسمه بطة هاي أخذت وصيفة ملكة جمال الإناث يعني أما هو أكيد أكيد الأسئلة الزكية كمان جاوب يضع الأخلاق شوف الأخلاق تعرف عليها يعني بتعرف لأنه اليوم ما بياخدوا بس على الشكل بياخدوا على الزكا وعلى الأجوبة وسرعة البديهة عندها سرعة بديهة أزول كبير على فكرة بارف بيني يعني أبو ليلى بالإضافة لتدريسك التمثيل بعدة معاهد وجامعات مننا الأيوب في لبنان أنت ناشط على الصعيد الخيري وحملات التوعية وسبق وأطلقت حملة يدم بيد لوطن خالم من السل واللي صارت يدم بيد لبلاد خالية من السل ونحن يعني بدنا نهنيك على هالشي ونتمنى لسوريا وأهلا بمختلف انتماءاتهم كل الخير والسلام بدي أقول أنه أنت عن قريب رح تمثل بفيلم المخرج الإيراني المعروف إبراهيمي حاتمي كيا وبتأدى فيه دور مخرج بتنظيم داعش بيصور عملياته الدموية مع العلم أنك سبق والعبت مع نجدد اسماعيل أنزور دور قيادة بالقاعدة بمسلسل ما ملكت أيمانكم يعني اليوم في ناس كتير بيتأبوا أو بيتحاشوا أنه يدخلوا بهيك أدوار فيها فيها تطرف لأنه بيقولوا بيخافوا من ردود فعل عنيفة بيخافوا على حياتهم بيخافوا من سجلات يمكن أنت اليوم ما بتحسب حساب يعني بتتجرأ على هيدول الأمور ما بتحسب لهم حساب يعني بأعتقد أنا واحد من كتيرين من الممثلين السورين يلي عم يعملوا هيك أدوار بالسنوات الأخيرة تمثيل بالنهاية تمثيل تمثيل تانيا هذا واجب إذا الممثل ما بدوا يقدم هيك أدوار والإعلام ما بدوا يحكوا عن هيك مصيبة اللي هي التطرف والجندي ما بدوا يدافع عن بلده حول هذا الشيء معناها تبنطرق التطرف في سود بالأخير لا أدياننا الإسلام والمسيحية وجميع الأديان ما بتدعو لا للأتل ولا لله هذا الشيء البشع يلي للأسف عم نشوفه بمناطقنا الدين أرحم من هيك وواجبنا كل واحد من مكانه إنه يقدم ما يستطيع أن يقدمه إنه يقدم دوره إنه يشتغل الشيء يعني إذا أنا بدي أهرب وبالأخير سوري لأنه أفرض شخص مثل ما قلتي إنه صر له شيء أو إن أزأ أو شو هيصير حيموت وبالأخير حيموت يعني هي مرة بالعمر يعني هيدا نوع من الجرأة مثل الجرأة إنك تضلك بسوريا أنا بدي أقول إبراهيم خاني إنه مصطفى خاني إنه أنت قدرت تتميز بأدوار ما كان فيها بطولات ما كان فيها غرام ما كان فيها مجد ما كان فيها إنجازات قدرت تتميز بأدوار مركبة وهيدا يحسب لك يعني بشكل كبير أوقات بهالأدوار كنت تتابع أوقات كنت جسوس أوقات كنت بوشين وقدروا الناس يحبوك فهيدا يعني بعتقد إنجاز كتير كبير ويتأثر وبهالشخصيات اللي مش دايما هي إذا بدك الشخصيات المثالية يعني اللي نحنا بعتقد هذا الأصعب وهذا الشي اللي بالنسبة للي متعة يعني استانسلابسكي بيقول التمثيل هو أن تلعب بمتعة الطفل وبعفوية الطفل أنا بفتعة تمثيل لألعب لأمبسط لأقدم شيء وجهة نظري حاليا بهذا العمر بالتمثيل اللي هي الشيء اللي تفضلتي عليه يمكن هذا فيمكن هذا بيأخر الشخص يوصل للشهرة والسنة عمل واحد بس باب الحارة بس بالأخير المهم أنه نوصل للي بدنا يعني يعني كونفوشيوس بالـ 482 قبل الميلاد قال ليس المهم السرعة التي تصل بها إلى هدفك المهم أن لا تتوقف فالمهم نبقى عما نشتغل على الطريق والهدف بخطوات سابتة وبخطوات عم بتعلم تمام هيدا وهيدا أهم شيء هذا المنحاول يعني فإن شاء الله والشغل بمتعة الطفل أحلى شيء بالعالم يعني بتحس البراءة يعني بتكون من قلبك يعني نحن الليلة كنا محظوظين باستضافتك على أمل أن نستضيفك بحلقات تانية أنت فنان شامل غناءا وكتابة وانت شاركت بكتابة باب الحارة الجزء الأخير عفوا أن ما اسمع شاركت بكتابة باب الحارة الجزء الأخير يعني عن جد مثال للتدقيق للتدقيق ما شاركت بكتابة باب الحارة شاركت بكتابة أو بتطوير شخصيتي سواء الجزء الأخير والأزباع الأخير النمس اللي رح يصير الواوي النمس لا والواوي هنا شخصتين الموجودين فأنا مع طبعا بإشراف الأستاذ بسام الملة نوجه له تحية برأيه الممثل كون مر على المسلسل أكتر من كاتب فالممثل هو أقدر على تطوير الشخصية بالشراكة مع الكاتب بإشراف المخرج الأستاذ بسام الملة والأستاذ ناجي طامي لنوصل لنتيجة أفضل يعني كلنا بانتظار كل أعمالك الأدمي شكرا وشكرا لوجودك معنا وكنت مسك الختام بهالحلقة